بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة جماعة هناخد المحاضرة التسعة في الفيتو كيمستري بعنوان كاربوهايدريتس سري او تالت محاضرة في الكاربوهايدريتس اللي هي تالت حاجة هناخدها الدي اوكسي شوغرز الدياكسي شوجرز الدياكسي شوجرز ممكن تبقى اتنين دي اكسي شوجر يعني منزوعة ال H2O عند كاربون رقم اثنين او ستة دي اكسي شوجر خلاص او اتنين وستة دي اكسي شوجر وده الاكزامبلز بتاعتهم اتنين دي اكسي دي رايبوز والفا اليرامنوز والدي ديشيتكسوس طيب الدي اكسي الستة دي اكسي هكسوسيس خلاص او المِسائل بنتوزيس او الالفا ليفورامنوز تمام ده اكزامبل لي في حاجة اسمها الدي او الديكسترو ديجيتالوز ده بيعتبر كشجر كومبوننت او شجر بارت في الديجيتاليس جيلايكوزايدز طيب الاتنين وستة دي اوكسي هيكسوسس هو الديجيتوكسوس ده كومبوننت برضه في الديجيتاليس جيلايكوزايد كأكزامبل يعني وفي حاجة اسمها السيماروز خلاص وفي ناس بنتقول كيماروز ده كومبوننت او شجر بارت او السيمارين جيلايكوزايد اللي موجود في الاستروفانسس خلاص والأوليندروز ده كومبوننت او شجر بارت او الهندرين جيلايكوزايد في النيريم طيب في اختبار مهم جدا جدا في الامتحان اسمه كيلر كلياني تيست للاتنين وستة دي اوكسي شجر يعني ممكن اسألك فيه في العمل مثلا ازاي كيلر كلياني تيست ده بنعمله وده بنستخدم لإيه للاتنين وستة بنكشف بيه حل الاتنين وستة دي اوكسي شجر فانت بجيب سافعين في المية الكوهوليك ديجيتاليس اكستراكت هيت وفلتر بتحط خمسة ميلي ليد اسيتيت شيك وفلتر بتاخد الفلتريت وتحطه معاك وتفصل الكولوروفورم لاير بعد ما بتعمل شيك شوية هتفصل الكولوروفورم لاير بالمواد اللي هي اخدتها بعد كده بتعمل هيبع عندك ريزيديو هتحط عليه تلاتة ميلي جليشيا الاساتيك اساتيك 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 تلجي مركز خلاص واتنين ضروب من الفرق بعد كده بتحط على بحرص طبعا على هيتكون هيظهر على الحلقة بين الطبقتين هتلاقي فيه حلقة زرقة طبعا انتنس يعني قوية جدا طيب الاليجو ساكرايدز الاليجو ساكرايدز اللي هي اكتر من واحد وهقل من عشرة لان بعد كده هتبقى بولي ساكرايدز اللي قوليجو طبعا بنقسمة على حسب السيمبل شوجر او المولوكيولز اللي هتنتجها عن الهايدروليسيز لضاي ساكرايدز زي الملتوز واللاكتوز والسكروز وتراي ساكرايدز زي الرافينوز وبعا كاتترا ساكرايدز وبنتا ساكرايدز وهكذا طيب الضاي ساكرايدز بيبقى يتكون من اثنين مونو ساكرايد يونت مرتبطين بجليجو ساكرايدز بونت خلاص اسيتال لينكج يعني فهو الOH بتاع الانوميريك كاربو الرقم واحد مع اي OH من الجزئ التاني المونو ساكرايد التاني فمسلا 94 ألفا 1 أربعة معناها ان الانوميريك كاربو الرقم واحد دي بتاعها الفا وهي هي رقم واحد كربو رقم واحد في المركب الاول او في المونو ساكرايد الاول متصلة مع كربو رقم ا4 في المونو ساكرايد التاني خلاص عشان بس فتبقى فاهمين 14 واحد خمسة وهكذا طبعا ألفا أو بيتا على حسب إن هي طبعا أول ما تربط كده ما ينفعش بقى إن الأواتش هي تلف فيها الناحية دي أو الناحية دي لأنها خلاص ارتبطت بأمركب تاني بيبقى طبعا فيه استيريو كيمستري بتبقى كبيرة يعني في دي نازح ما يعني طيب هنشوف دلوقتي هناخد دلوقتي الريديوسينج دايساكرايدز اللي لهم خصائص اختزالية خلاص معناها أن هي رقم واحد مرتبطة ورقم ثلاثة في المونوساكرايد التاني أو C1C4 أو C1C6 دايساكرايدز اللي هما موجودين طبعا واحد أربعة ليه الملتوز واللاكتوز طيب سي هناخد C1C4 دايساكرايدز اللي هو الملتوز اللي هو الملتوز اللي هو الملت شوغر خلاص ده طبعا بيجي من الملت اللي هو من الشعير يعني ومن بعض السيريلز هو هايدوريتك بروتكتوب بوليساكرايد زي الستارش والديكسترين يعني ممكن يجي منهم ده الستركشور بتاعه وده اسمه ملتوز طيب يتكون من توغلوكوز يونيتز عاملين ربطة من واحد أربعة خلاص وطبعا بيحصل له هايدورولايز بالملتاز انزايم ملتاز انزايم بيكسر الملتوز طيب هو بالنسبة للبوربيرتس الكيميائية بتاعته هو بيعمل خلاص يعني لو انت حطط له محلول خلاص لكن بيعمل اوزازون بيبقى شكل كريستال زي كده تحت الميكروسكوب بتبقى عبارة عن روزيت من البلايتز او بروت نيدل زي كده بشكله عامل زي الوردة كده طيب تاني واحد اللاكتوز اللي هو الملك شغر سكر اللمن خلاص اللاكتوز هو البرينسبل شغر اف اي ماميليان ملك مش موجود في النباتات الاستراكشور بتاعه بتكون من جالاكتوز وجولوكوز بيتا واحد اربعة لينكيج خلاص هييدورولايز بالالبيتا جالاكتوزيديزيس انزيم اسمه البيتا جالاكتوزيديز طيب البروبرتس تريديوز برضو فيه لينج سيليوشن لكن مادون تريديوز بارفويدز سيليوشن طيب بيعمل او طفتس بتبقى في شكل ايه حتة مكالكعة كده بتاعها اللاكتوز از اوبتيند فروم الوي ده جاي منين جاي من التيشيس منوفاكتشور اثناء التصنيع الجبنة بيطلع سائل كده ممكن نقول عليه الشيرش يعني بيطلع منه اللاكتوز افتر كونسنتريشن او يعني لو ركزته هتطلع لك حبيبات او كريستالات اللاكتوز طيب اللاكتوز بيستخدم خلاص لانه سهل هو اقل سكرية وسهل جدا في الخضمة عن السكروز كمان بيستخدم يعني ممكن نحطه مع الادوية كحاجة ملهاش تأسير طبي لكن هتمللي شكل القرص او تملح حجم القرص بعد كده عشان اقدر استخدمه طيب الواحد وستة خلاص السورس بتاعه ده جاي من تراي ساكرايد وموجود طبعا في الاميجدالين دي مهمة جدا طيب الميلي بايوز ده السورس بتاعه بيجي برضو من تراي ساكرايد اسمه الرافينوز وموجود في الوايلد مالو خلاص الوايلد مالو ده حاجة كلاس كده زي الخبيزة خلاص النبات اللي هو كان بيتعامل منه زمان الخبيزة ده اعتبر من المالوز طيب ده شكلهم اللي ملهاش خصائص اختزالية اول واحد واشهر واحد طبعا السورس خلاص اللي هو كان شجر او البيت شجر خلاص ده موجود من الشجر كان او الشجر بيت يعني من البنجر او من قصب السكر طيب اا السكروز طبعا بيبقى عبارة عن جلوكوز وفركتوز مع بعض واحد اتنين طيب الهايدرويز سكروز عن طريق الانفرتيز او الجليكوزيديز او بيسمى يعني كسر السكروز وحوله لجلوكوز وفركتوز تمام السكروز هو مع اسد هيدرويز او مع انزيم هيدرويز هيتحول لجلوكوز وفركتوز طيب هو الاول بيبقى بتاعه بيبقى لو انت حصله هيبقى ودي العلامة اللي بنعرف بيها هو حصل او لا طيب زي بنحضره طبعا انت عارفين قصب السكر والمعالجة بتاعته والكلام ده والبنجر اللي احنا بدلا نستخدمه مؤخرا عشان طبعا هو ما بيستهلكش مية زي اصب السكر طيب السكروز عند متين درجة ل متين وخمسين هيتحول لامورفوس براون سبستنس الكارامل الكارامل يعني السكروز مع 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 فانو سيلي وان فوز سيلي وان فوز تيست هيد دي ريت كالر مع السكروز مع 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 لانو لانو نان ريديوسينج السكروز السليوشن دوزنت اندرجو ميوتا روتيشن طيب اليوزيس اوف سكروز طبعا دي مهمة هو نيوترنت وبيستخدم في صناعة السيراب وديمالسانت وان سفشن كونسنتريشن ايكو السليوشن اوف سكروز اس بكتيريو ستاتيك وبرزيرفاتيف ازاي بسكر يبقى قاتل للبكتيريا او يحق ما يخليش البكتيريا تلمو او يوقف نمو البكتيريا ويبقى مهد حفظة لو انت استخدمته بتركيز ستة وستين في المية ستة وستين وستة وستين من مية في المية في الحالة دي تركيزة تركيزه عالي جدا لدرجة مش هيسمح للمية اللي هي موجودة ان البكتيريا تقدر تستخدمها وتعيش فيها فهو كده بيبقى بكتيريو ستاتيك مش بكتيري سايدل بكتيريو ستاتيك يعني يخلي البكتيريا ما تنموش لو في واحدة هتفضل زي ما هي لا هتموت ولا هتزيد في الحجم في العدد يعني طيب كمان اتماسك قصدي اتماسك طبعا بيغطي الطعم لان انه هتطلق في حوابات بتبقى متغطية بسكر كمان كمان استخدم كمسوئة حاجات بتحط في التحضيرات يعني وفي البرباريشن اوف ديكستران والدكستران ده بلازمة سبستيوت بديل بلازمة يعني لو انا ملاقيتش بلازمة حقيقية او ملاقيتش دم ممكن احط لك ديكستران ده محلول ديكستران يغني عن البلازمة وخصوصا لو الانسان ما فقدش كمية دم كبير طيب التري هالوز خلاص التري هالوز ده بريزنت في المجروب في البكتيريا وفي في في الماشروم حتى بتاعته هو 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 خلاص هو ده الشغل بتاعه هو طبعا ده انه بيمنع ان هو اي البروتين يحصل له او من مشكلة او اللي اصدرش يبوز او اي اكسادة فهو بيستخدم كأنه بيحافظ على طيب بعد كده اللي هو خلاص اه هو بس هنعرف بس شكله ان هو جلوكوز وفراكتوز هو يعني احنا لو احنا هناخد بالنا بقى ان انا ممكن اجيب انزيم يكسر الجلوكوز ويخلي الجلوكوز والفراكتوز ويبقى في الحالة دي هيبقى اسمه اه سكروز تمام وممكن اجيب انزيم تاني يكسر لي الفراكتوز ويسيب لي الجلوكوز خلاص وهيبقى اسمه ملتوز طيب اه او ميلي بايوز يعني طيب مسلا لو جابت انا انفرتيز انزيم خلاص انفرتيز انزيم هيكسر الفراكتوز ويسيبه حاجة اسمه الميلي بايوز ولو انا جبت جالاكتوز يديز انزيم اللي هو هيكسر رفينوز لجالاكتوز وسكروز اما لو جبت اعمالتك اسد هايدوريسيز ناخد بالنا بالحطة دي ممكن نسأل فيها في الحالة دي هيتكسر للتلاتة اه تلاتة مونوساكرايدز اللي هو الجلوكوز والفراكتوز والجالاكتوز طيب اشتركوا في القناة